في أعقاب الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مدرسة العائلة المقدسة في غزة قال خادم الرعية جابريال روماني إن مبنى المدرسة كان قد جهزا ليأوي العديد من النازحين الفلسطينيين ويقدر عددهم بألاف الأشخاص وأضاف أن المدرسة استهدفت مرتين ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحة علبا أن هذه المدرسة تعتبر من أهم المنشآت الكاثوليكية في القطاع وهي تقوى على مسافة كيلومترات قليلة من الكنيسة التي تدير شؤونها بطرياركية القدس للاتين وفي سياق الحديث عن أوضاع أبراء الرعية الذين يصل عددهم حوالي 500 شخص قال الأب رومانيلي إنهم يعيشون حياة هادئة بفضل رعاية الرهبان والرهبات لهم ولم يفقد المؤمنون فيها الإيمان والأمل والصلاة مع أن بعض النشاطات الرعوية فيها تم تعليقها خلال الأيام الماضية اشتركوا في القناة